طيب التقريبة دي نجحت بداية دول أوروبية عاشت اه انطلقت لكن في تجارب أخرى مثلا فيتنام زي قامت بعد الحرب الأمريكية والغزو الأمريكي والمقاومة الفيتنامية له وكان الدولة يعني واليابان اليابان نفس الحكاية هل اليابان مارشل كان جزء منها جزء منها بس كان ضعيف جدا لكن اليابان اعتمدت على نفسها اليابان عملت خطة إعادة موغب بنفسها وإعادة بناءها من جديد بنفسها ربما كان هناك تدقل سياسي اه من او عسكاوي مع الوطن المتحدة الأمريكية بفوضة هيمنة عسكوية عليها من جديد لكن كان التعاون او كان اقامة هذه الدولة اليابانية قائمة على اليابانيين ذاته جميل نيجي بقى للوطن الراهد الذي ليس جميل يعني تجارب النجاح وامم السلطات عن طنهم المفارقة ان احنا ما تكلمناش عن دولة عربية وقتها لانها ما كانش في حالة التدمير دي الآن ونحن أشبه ما نخرج من حربة عالمية داخلية خليني أشوف الدولة وإعادة الإعمار هل احنا واحدنا بنتكلم عن الواقع بنتكلم على العراق هل هي مستقرة لإعادة إعمار هل ليبيا مستقرة إلى الوضع الذي يؤهلها لإعادة إعمار هل عندنا تحدث عن سوريا الدول دي نفسها وكانها لادلت في حالة الصراع الصراع ومنسمى إزا يتعمل إعادة إعماره الصراع قائم قبل ما نتكلم على هذه الدول لابد أن يعني نعي شيء مهم أن إعادة الإعمار له شروط مهمة جدا أول شرط طوافر الموارد المالية أنا مش عامة لما يكون فيه فلوس في الدولة صحي النقطة الثانية الصراع اللي داخلي ده انتهى على إيه الصراع اللي داخلي ده انتهى على إيه هينطر عنه حاجتين هيكل سياسي مين ماسك الدولة وهيكل اقتصادي داخل الدولة ده معنى إيه من الذي يقوم بإدارة شؤون الدولة طيب نرى بالمثل النهار ده مصر لما كان عندنا صراعات في 2011 و12 وصورة وبدأت الإخوان فصيل الإخوان هو اللي تولى الحكم كان التحالف معنا مع مين مع قطر تركيا صحي لما 2013 و30 يونيو جات والثورة قامت حصل ايه ان المتحالفين معاك سابوك وبالعكس طلبوا منك عودة الدائرة الموجودة داخل البنك المكاذي فإذا وجود أو وجود الشكل السياسي والشكل الاقتصادي بعد الصراع هو اللي بيحدد من المتحالف معاك من القوى الاقتصادية اللي هتقف معاك من القوى الاقتصادية اللي هتقف معاك هل المؤسسات الدولية هتشترك معاك ولا يعني ممكن هل انت تبلغ بنية داخلية مؤسساتية في الدولة تقوم بالمهن اللي بتحرك دائماكيا استصاد مالية من الفلوس اللي هتيجي دي مش هتقدر لم يعد هناك التمويل لإعادة الإعمار بفلوس بيديها للدول منشأ على طوب منشأ على طوب بديك منتج النقطة التانية انت لو معاكش فلوس أو الدولة معاش فلوس بس عندها يعني فروة كبيرة بيترولية مناجب محاجر حاجة هادة وكيم قاعدة عسكرية إذن هنا في الوقت ده قوة اقتصادية أخرى هي التي تقوم بتقوم بقى بالتمويل طبعا بالتمويل وإعادة تمويل الشبكة لكن الشروط اللي حركة انتهى لبدء إعادة الإعمار هي منطبقة هل هي منطبقة على الأحوال الدولة العربية الآن التي نسعى إلعادة إعمارها طبعا فيك يعني طبعا زي إيه يعني دولتي ولا حرب انتهت مقال حقيقي إلى إيه اللي حصل يعني تمام لا ممكن حتى نعتبر المسارية نمسك العراق العراق إلى حد ما هو منطقة الصراع ممكن نقول إنها انحصرت في العراق إلى أماكن محددة لكن باقي العراق النهذا أصبح مستعد لإعادة ما يطلق عليه الإعمار من جديد وإعادة البناء من جديد إذن العراق رقم واحد العراق رقم واحد والعراق بدأت قامت بما يطلق عليه مشروع إنه تمويل وإعادة بناء العراق واشتركت فيه كافية من الدول وعرضت رغم كل خلافات والتطاحنات السياسية بالزبط وإنه حتى الآن لذال وضع للحكومة العراقية الجديدة على هد بريح عايز بس أرد الحضور بعد انتخاب رقم واحد بس اللي هي لكن لا يزال تشكيل الحكومة معلقة تمام لكن ما زال العراق قادر النهذا على إعادة الإعمار في أجزاء كبيرة جدا من خلال إنه يقيم بناء وبنية تحتية إنه هذا العراق تحدث والعراقيين تحدث والمصادر الاقتصادية السواء من العراق بتحدث إنها في حالة احتياج لأكثر من 5 مليون وحدة سكنية في حالة احتياج بنية تحتية تقدر بأكثر من 20 مليون نتكلم على احتياجات العراق وإعادة الإعمار سونا نتحدث عن مصر وكيف يمكن أن تساهم في إعادة إعمار الدول الشقيقة المحيطة التي تحتاج بشدة إلى إعادة الإعمار ولكن بعد الفصل